اشتركوا في القناة كشفت تقارير صحفية حقيقة تواصل ريال مدريد مع برشلونة وذلك للاستفادة من خبرات غريمه التقليدي من اجل استحداث فريقا لسيدات واوضحت صحيفة موندو دوبورتيفو ان ماركيل زوبزاريتا المدير الرياضي لفريق كرة القدم نسائي في برشلونة غاضب جدا بسبب الاخبار التي انتشرت حول تواصل فلورنتينو بريز رئيس ريال مدريد معه للحصول على معلومات حول الفريق واكد زوبزاريتا ان ما يتم الحديث عنه معلومات سرية لا يجب ان تخرج الى النور مؤكدا انه لم يتلقى اي اتصالات من اي مسؤول من ريال مدريد واشار الى ان سعي ريال مدريد لتشكيل فريق للسيدات في صالح كرة القدم النسائية في اسبانيا وسيزيد من قوة البطولة المحلية دعم سيرجيو راموس قايدريا المدريد ومنتخب اسبانيا زميله الكروتي لوكا مودريتش المرشح للفوز بجائزة الافضل التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واكدا انه على الرغم من وجود لعبين اخرين لهم قيمة سوقية اكبر فان لعب وسط الفريق الملكي يستحق الجائزة وقال راموس سيكون مودريتش هو الفائز انه صديق عظيم كما ان هناك القليل من اللعبين الذين افتخر بوجودهم معي بالفريق انه نجم كبير واتم من بين قلة من اللعبين اذا فاز ساكون صعيدا جدا من اجله وكأنني انا الذي فزت ربما يوجد لعبون لهم قيمة سوقية واسم اكثر من غيرهم لكن مودريتش يستحق الجائزة كشفت تقارير صحفية ان البورتغالي جوزي مورينيو المدير الفني لمانشستر يونيتد تعرض لموقف محرج قبل مباراة المنتخب الانجليزي امام نظيره الاسباني واوضحت صحيفة ذا سنانا مورينيو السقط خارج ملعب ويمبلي قبل بداية المباراة بين المنتخبين ما تسبب في الاحراج للمدرب البرتغالي واضفت ان بعض الجمهور شبهت عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الواقع بما حدث للفرنسي ارسن فنجر المدير الفني السابق لارسنال حيث تعرض لموقف مشابه قبل ذلك رد الفرنسي بول بوكبالع بخط وسط منشستر يونيتد على التقارير التي تحدثت حول اقترابه من الانضمام لبرشلون خلال الفترة المقبلة واكدا احترامه للعقد بينه وبين الشياطين الحمر واقل بوكبالع في تصريحات لبرنامج دليفوت الفرنسي عندما يتم الحديث حول صفقة انتقال فانا الان مرتبط بعقد واضف طالما رأيت انني لم ارتدي قميص برشلون فذلك لانني في منشستر يونيتد وتابع علاقتي بجوزي مورينيو كانت هناك بعض الاشياء الصغيرة مع المدرب لكن علاقتنا كما هي مدرب ولاعب كشفت تقارير صحفية ان الفرنسي زيندين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد يستعد لتولي المهمة الفنية لمانشستر يونيتد في حالة اقالة المدير الفني الحالي جوزي مورينيو وذكرت صحيفة ميرور ان زيدان يضع قيمة لعبين للتعاقد معهم حال توليه المهمة الفنية للندي الانجليزي حيث يريد ضم للماني توني كروس لعب ريال مدريد واشارت الى ان زيدان يريد ايضا ضم الكولومبي خمس رودريغز والاسبانية ياغو الكنترا من بيرن ميوناخ بالاضافة للارغوياني دانسون كفاني لعب باريس سان جرمان ونوهت الى انه بالرغم من دعم الادارة الانجليزية للمدرب البرتغالي الى انه لمجال للهزيمة مرة اخرى في بطولة الدورية بعدما تلقى الفريق هزيمتين في اول اربع مباريات اعلن ندي الاستر سيت الانجليزي عن تجديد عقد هاري ماغوير مدفع الفريق حتى عام 2023 ونشر الحساب الرسمي للندي الانجليزي عبر موقع تويتر مقطع فيديو للاحتفال بتجديد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما واضحت صحيفة ضاصنانا ماغوير سيحصل على ثمانين الف جنيه استرليني اسبوعيا في عقده الجديد وذكرت ان ماغوير كان احد اهدف البرتغالي جوزي مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد وذلك بعد المستوى الرائع الذي ظهر فيه في بطولة كاس العالم الماضية لكن الاستر سيتي رفض بيعه يبحث البورتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس عن تسجيل اول اهدافه برفقة لبيان كونيري منذ انضمامه له في فترة الانتقالة الصيفية ووفقا لما ورد في صحيفة الجزيتة ديلو سبورت الايطالية فانما سيميليانو اليجري المدير الفني ليوفنتوس وضع خططا من اجل زيادة فرص رونالدو بالتسجيل اول اهدافه مع الفريق وكسر حالة النحس التي لازمته واضافت ان لبيان كونيري سيكثف ارسال العرضيات داخل منطقة الجزاء من اجل مساعدة النجم البرتغالي في احراز الهدف الاول خصوصا في ظل امتلاك الفريق للعديد من الاسلحة على الجانبين مثل جواو كانسيلو والكساندرو واشارت الصحيفة الى ان لبيان كونيري هو اكثر فريقا يرسل الكرات العرضية في الدورية الايطالية لمنطقة الجزاء عن طريق ساندرو وكانسيلو وكوادرادو ودوغلاس كوستا كشف التقارير صحفية عن رغبة نجم يوفنتوس الكروتي ماريو منزوكيتش في البقاء داخل صفوف الفريق من خلال تجديد عقده الحالي مع النادي وذكر موقع كالتشومير كاتوانا مهاجمة لبيان كونيري يريد تمديد عقده مع يوفنتوس لمدة موسم اضافي ولم يطلب اي تعديل في الراتب تسهيلا للمفاوضات ومن المقرر ان ينتهي عقد منزوكيتش مع يوفنتوس في عام 2021 المقبل ويعد ماريو احد اللعبين الخاسمين والمهمين في تشكيلة ماسيمليانو المدير الفني للفريق خاصة في ظل قدرته على اللعب باكثر من مركزا سواء كجناح ايسر او مهاجما صريح اتخذ نادي ليفربول قرارا هام انتجها لعبي فريق باريسان جرمان ادوريا الرابيو بعد سلسلة من التقارير الصحفية في الفترة الماضية وارتبط رابيو بامكانية مغادرة بطل الدوري الفرنسي خاصة انه لم يتوصل الى اتفاق مع الادارة بشان التجديد وذكر التقارير في الايام القليلة الماضية ان ليفربول تواصل مع رابيو لبحث امكانية نقله الى الانفلد مجانا في الصيف القادم وحسب صحيفة ميرور الانجليزية فان ليفربول كان مهتما بالفعل بضم اللاعب صاحب الثالثة والاشورين عاما ولكنه قرر الانسحاب من سباق المنافسة عليه تعرض نادي مانشستر يونيتد لضربة قوية في فترة التوقف الدولي الحالي بسبب اصابة لوكشو في مباراة بين منتخب اسبانيا وانجلترا وتعرض اللاعب لاصابة خطيرة في الرأس بعد تدخل داني كارفخال العنيف تجاهه وزاد قلق اليونيتد بعدما ذكرت صحيفة ميترو الانجليزية ان اللاعب ماركوس راشفورد تعرض لاصابة ايضا ولم يتمكن راشفورد من استكمال المباراة حيث نزل بدلا منه داني ويلبك وافادت ان راشفورد اثر قلق الطاقم الطبي للأسود الثلاثة بعد ان خرج وهو يضع يده على اوتار الركبة من الالم كشفت تقارير صحفية ان نادي برشلون الاسباني استهدف التعاقد مع اللاعب الدولي الانجليزي في الفودين احد مواهب نادي منشستر سيت الانجليزي خلال الفترة المقبلة وبحسب صحيفة ذاستان البريطانية فان النادي الكتالوني يريد التعاقد مع لعب وسط الساتزان وجذب فودين انظار لبلوغرانا نظرا الى قدرته على اللعب في مركز الوسط الدفاعي والهجومي ومركز الجناح الايمن وفقا لما ذكرته الصحيفة ويملك صاحب ثمانية عشر عاما عقدا مع حامل لقب البريمر ليغ حتى الثلاثين من يونيو الفين وعشرين يذكر ان فودين قد شارك في تسعة وعشرين مباراة مع منشستر سيتي تحت ثمانية عشر عام وسجل اربعة عشر هدفا وقدم سبعة مريرات حاسمة قبل ان يتم تصعيده للفريق الاول عزيزي متابع قناة عرب جول برأيك ما هو سبب تأخر رونالدو في تسجيل اول اهدفه مع اليوفي شاركنا برأيك شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة